هنروح لكرة الطائرة رجال الحقيقة دوري قوي دوري جديد سنادي جامد جد عندنا بيستو فايف هيتلاعب مع نادي الزمالك في قبل النهاء نادي الزمالك جاب اتنين اجانب واحد منهم وصل علي ازمة احكاها لحضراتكم ولعب اخر في الطريق لعيبة محترفين اجانب كلهم بتقريبا على ما تذكر وفنزويلي حاجة زي كده مش متذكر هم لعيبة ولكن جايين في مركز اربعة والضرق يعني عشان يحددوا النقص مسابقات الطائرة تحدد موعد مباراة الاهلي والزمالك بنصف نهائي دوري النخبة المباراة هتتلاعب يوم 30-31 مارس اللي احنا فيه ويوم 1 قبريل اللي جاء على صالة نادي النادي بالعصيمة ثلاث مطشات ناسف هتلاعب ثلاث مطشات بيستوف سريو ليس بيستوف فاير الاهلي في حالة فوزه بمطشين مش هنحتاج نروح للثالث والاهلي طبعا كانت صعد للهائي طبعا بعد رحلة فوز طويلة الحمد لله لم نتلقى اي هزيمة هذا الموسم بنتيجة 1-3 صفر في كل مباراةنا فوزنا على هلوبنس في دوري 8-2 صفر صعدنا لقبل النهائي نادي الزمالك الطرف الاخر في لقاء قبل النهائي فاز على سموحة بنتيجة 2 صفر ايضا وهكون المباراة طيب في ازمة في التسجيل في ازمة في التسجيل غالينا اشرح على حضركم اللعيب الاجانب اللي بيجوا من وسط الموسم بيجوا بيكونوا بيلعبوا في احد الاندية الاخرى الخارجية ممكن في امريكا الجنوبية قد يكون في اوروبا قد يكون في امريكا وتفر هو فين ولكن انت بتبعث اللعب بتتعاقد معه بتبعث ليه الاتحاد الدولي بتطلب الكليرانس او الاستغناء او البطاقة الدولية سميها زي ما انت عايز تسميها بتطلبها من الاتحاد الدولي بعد اذن ما عليك انا عايز الكليرانس ان هذا اللعب فري انه يلعب معي الوضع اللي هكلمكم عليه ده من كوالسنا برضو نفس وضع نادي سموح اه نادي سموح اجاب لعيب اجنبي والوضع ده بيتطبع على اتنين ونادي الزمالك ايضا فاللعب ده لم تصل حتى الان البطاقة الدولية بتاعته من اتحاد الدولي ومع ذلك الاتحاد المصري سمح له بالمشارك هتقول لي ازاي ماليش دعم مهارش سمعنا على صفحات السوشيال ميديا سموحها بيتضرر طب اترد عليه تقال له طب ما انت عندك نفس الموضوع طب اتحاد الطائرة ازاي شال يسمح لعيبة تشارك بدون الاستغناء طب وفد الاستغناء ما جاتش هتعمل ايه في المباريات افرد لاي سبب من الاسباب اللعب ده كان عليه فلوس للنادي بتاعه الاستغناء بتيجي ازاي الاستغناء بتيجي ازاي انا ببعت الاتحاد الدولي من خلال الاتحاد بتاعي خليني بس اشرح لكم الكليرنس بتيجي ازاي حتى في كورة القضاء نادي الاهلي سيتعاقد مع احد اللاعبين بياخد انت كنت بتلعب فين انا كنت بلعب في نادي مثلا بالمراس خليني نفكر طيب هيروح النادي الاهلي عامل خطاب بعته لاتحاد القرى لان النادي لا يخاطب اتحاد الدولي الاتحادات الدولية تخاطب اندية تخاطب الاتحادات العضو اللي هي لاتحادات الاهلية يبحث جواب الاتحاد المصري يبعد ازنا كفندم خاطب الاتحاد الدولي يطلب الاستغناء الخاص باللاعب ده بصورة جوازه ده اللي كان بلعب في الحتة الفلانية دي فيبعت الاتحاد المصري لللاعبة للاتحاد الدولي التابع ليه يا فندم احنا عايزين الكليرانس الخاص بهذا اللعب من النادي الفلاني في البلد الفلانية يوم اتحاد الدولي او باعت فاكس او باعت ميل لاتحاد الدولة اللي فيها اللعب يا فندم هتلينا هل فيه اي مانع من انتقال اللعب ده للنادي ده يروح الاتحاد اللي في البلد التانية يبعت ليه النادي اللي كان فيه يقوله اللعب بتاعك اللي مشي رايح النادي الاهلي عندك مشكلة هنا بقى تيجي بقى المشكلة او تيجي بقى الاختبار لو هو عقدة فسخة وما فيش مشكلة خلاص لا يوجد منع من انتقاله وعقده انتهى او احنا مشناه او طفر ايه طب في الدلعب ده مثلا ليه فلوس او عليه مستحقات او مثلا بلاش هرب النادي بتاعه مش هديله كديرا على فك النادي الاهلي تعرض لازمة زي دي تقريبا في لعب كرة كان اسمه كلبالي كلبالي ده سافر بدون موافقة النادي الاهلي لما راح النادي بتاعه لعب بحاجة اسمها استغنى مؤقتة لما جات الاستغنى الدائمة كان النادي الاهلي رفضها فتعرض لعقوبات عنيفة والنادي الاهلي قدر هذا الملف باحتراف وخدنا بنالتي محترم خدت بالكم ازاي فاذا اللعبة ارجع بقى تاني بالرجع بقى لعبة الطايرة مشتركت في سموحة والزمالك بدون الاستغنى الدولية